مع استمرار الإضراب وإستحالة استكمال البرنامج الإيراسي هل العتبة هي الحل؟ استدارك ما فات مع مرور الوقت يصبح من المستحيلات من المستحيلات السبع بالنسبة لنا إذن نحن أيضاً بيداغوجيين ما رأي لاش نقابيين فقط نفكر لما نكونوا نتفكروا في الجانب هذا وفي النقطة هذا نتفكر بعقلية الأستاذ البيداغوجي إلى آخر لما نجاوبك نجاوبك ماشي في إطار نقابي راح نجاوبك في إطار بيداغوجي ونقولك من المستحيلات السبع أننا نستدرك التأخر لما يكون كبير العتبة ليست حلاً بنسبة للنقابات وعلى النقيض لا يمكن استدرك مضاعة من الدروس لازم مفروضة باش تكون العتبة لازم عليه لخطر شحنان يوم رانا في شهر فيفري أو آخر شهر فيفري معنتها ما زالت حوالي 60 يوم أو 65 يوم التحديد تعد دروس معنتها باش يحدوا الدروس والتلاميذ ما قرأوش في الفصل الثاني أو ما قرأوش في الفصل الأول هذا الشيء هذا لازم تحتمع لهم باش يديروا عتبة أو يلقوا حل في أقرب وقت بالنسبة للانتحانات الرسمية اعتماد العتبة مرة أخرى في بكالوريا 2018 أصبح وقاعاً فالوصاية مجبرة لمخيرة بعدما طال عمر الإضراب والنتيجة تأخر عن ما يزيد عن شهر في الدروس ما يجعل استكمال المقرر الدراسي أمراً مستحيلاً وتلميذ الأقسام النهائية أكبر المتضررين